السلام عليكم اليوم سنشرح كيفية تولوج تلاميذ الى منصة تيمز هذا المنصة هذي مشي كيف ما شرحنا بالنسبة الاساتيلا يجب اخسامي تسجلو انلين في الوفيس 365 بالنسبة احنا كتلاميذ وباشرة غمشيو التطبيق بلاي ستور وغنديلو منصة اللي نقومو بتحميل ديال الاساتيلا على الهاتف وغادي نسجلو ميكروسوفت تيمز هنا بالنسبة الوشيرش ها هو هنا بيين طالع عندي هنا حتى ديجا قلبت علي هنا وغا مشير الوشيرش يعني واحد اول مرة غادي يدخل يقلب عليه غايكتب ميكروسوفت ميكروسوفت تيمز اوكي كتبها كاملة اوكي ديال الوشيرش انا خطأ لعا عندي عمني شرحت لكم بان اول واحد ايقونة ديالو هي هذي نوك نمشي نضغط على اوفغير يعني انا كنت ديجا انسطاليتو حييتو بالنسبة اهنا ما عنديش انسخي في فو غاتويت مو بالنسبة لهذي احنا كندلوها بالنسبة كبرافونتا مباشرة تلك بتدير كونكسيو باني كندخلو لهذا المرحلة هذي كندخلو رقم ديال ما صار يعني الامور بسيطة انا غادي ندخل رقم ديال التلميذة كتقرأ عندي اللي ديجا اعطتني الكود دياله باش نورو لباقي التلميذ كيفية الولوش هذا كرقم ديال ما صار كنضيفولي وكنديرو كونكسيو بالنسبة لهذا المرحلة انتخي للموطة بس بالنسبة لنا احنا كتلاميذ يعني فاش كي اعطونا ذاك الموطة بس اللولاني اللي كناخدوه من الادارة انفو كندخلو المصار كتلبو مني نغيروه هنا في كل اشكال بالنسبة لنا احنا كاستيدة يعني فلا باس دي دوني ديال ميكروسوفت تيمز يعني ارى اوتوماتيك موك نخدمو احنا بالكود ديال ما صار اللي درنا التحيين دياله او اللي غيرنا بالنسبة لنا بالنسبة لكم انتم كتلاميذ لا شنو المشكل اللي كي ترى او ان ما كنش هذيك هذيك تنصيق ما بين لباس دوني ديال تيمز وم مع ما صار يعني ما تمش تفعيل ديال اذيك القضية بالنسبة للتلاميذ هدا كنطلبوه من يعني الناس الخالية الاعلامية تكون بتفعيل هذي القضية ديال باش تكون الامر بسيطة لانه اغلبية عنده الكود ديال ما صار وكيدخل المصار ديبا ولكن نسع له الكود اللولاني اللي لاخدام الايدارة وهذا هو اللي خلاه اكبر عائق بالنسبة لاغلب التلاميذ باش انهم يولجوا انتا اسيدي مثلا انتا مثلا نسي تقع على هذيك الموذباس ليعطوك اللولاني اشنو كدير كنمشي بحال هذيك القضية ديال موذباس اوبلية يعني بحالا نسيتنا الموذباس غندخل هذيك الموذباس اللي عندك دابنته دابا حاليا غير دخلو معدناش ما نديلو دابا غندخلو مثلا مثلا دخلت هذيك الموذباس لقدرتسو كونكتاو اعطاني هنا الموذباس كنت بالحب و من الدخل و من الدخل أو الموذباس او الان كوروج احنا شكا تدير جاي اوبلية مو موذباس احنا نسيتنا هذ الموذباس هذا كنمشي باش يعطوني الاصلي اللولاني اللي باش انا سجيلت لك هنا الأمور تكمل المراحل ديالك عادي إذن تفين إتليزة التغ لك هنا هذا الكود ديال المصار اللي دخلت في اللوال كتعود دخلو نيشان يعني هو هذا اللي أنا خدمت به لك تجي هنا كتنقل هذا الكود هذا كتنقلو هنا لك 5 L S 2 S W L S لك تدير سويوان لك أموية كوريي إلكترونيك سورة مو عدرس لمساجرية سكندر لك هنا مباشرة في الجمال ديالك لو وصلت بوحد الرسالة أو لا بوحد الكود هذا الكود كتجي موباشرة شكاديليك كتجي دوك تدخلو في في المسار في ذلك المكان ديال المسار و كتدخل مباشرة من الستديال سوف ندخل بالمعطاية اللي عندي هنا. هنا بالنسبة لنا رجع هنا. هنا ده بغادي ندخل الكود ديليكت. عندي ديجا الكود ديال التلميذة. هذا كشي ايش كنقول لكم دي ما فشكة تاخد شي معطا. دي ما سجلو. بحال هذا اللولاني اللي خديته. يعني اول مرة غادي نسجلو. انسجلو عندي في وحد الورقة ولا وحد الكتاب دائما كيكونو في نفس المعطاية تذك الكتاب. وكان بقى غادي يخدام باي بدلتو بدلتو ديال تحيين هذيك الموضباس جديد نكتبو تحت منو. بدلتو او تاني الموضباس لتحتو غادي. قاع لي الموضباس اللي يكونو عندي اللي شروجيتو كيكونو عندي. وانا ما كان نهار ما اللي كان يخرجو النتائج يلغي جونا. لولا كان شوف مثلا لوقات ديال الفور. ماش ينبقى كل مرة انا اكنا مشي على الادارة كل مرة مشي عند ادارة. هنا كما كتشوفوا الامور غادي بشوية بشوية دوو كندوز صفحة بصفحة دوو هنا اوكي. دوو مباشرة مباشرة كيعطيني تطبيق. هنا دوو هنا اسينيومون دوو الكليك عليها دوو ليزيكيب. او ما ليزيكيب اللي كينين. تس اف تروى دوو كنشوفو هنا بالنسبة لمادة الفلسفة. بالنسبة لمادة الفيزياء. بالنسبة للمواد الانفورماتية الاخر. يعني مجموعة من الستيدة. اللي هنا او فعلوا الاقسام الافتراضية بالنسبة لها القسم هذا. اي مادة عجبتك هنا كتضغط عليها مباشرة كيعطيك. المعطيات او يعني الفيشياء او دوكيمون اللي صيفت لكم. الاستاد يعني في ذاك القروب. بالنسبة لكل مادة كتكون فروقة على المادة الاخرى وهذا اللي زوين في ذا ميكروسوفت تيمز. كنتمنى بانني نكون قصة الفكرة او الطريقة ديال الولوج الى هذه المنصة بطريقة بسيطة وواضحة لجميع التلاميذ. خصوصا الناس اللي يعلموا اشكال ديال الموضبص. واي تساؤل مرحبا بي يعني في تعليق اسفل الفيديو. نجاوبوا على جميع الاسئلة اللي خاصة بالمشاكل. حتى ان شاء الله اي واحد ان شاء الله كل شيء التلاميذي تفعل لهم. وتجول هذ المنصة هذي. اللي غتكون ان شاء الله مهمة في عملية تعليم تعلمية عن بعد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.